قناة فرسان التحدي تقدم لكم برنامج حكايات مع حفصة أهداد وتقديم حفصة عبدالقادر أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حكايات مع حفصة على قناة فرسان التحدي قصتنا النهاردة عنوانها الأسد ملك الغابة والفار الصغير كان يا مكان كان فيه غابة كبيرة جميلة كان فيها أسد نايم فجي الفار الصغير وطلع على ظهر وفضل يتنطط ويلعب ويعمل دوشة فصحي الأسد ملك الغابة متعصب طبعا ومتدايق ومتغاز فمسك الفار وقال له خلاص أنا هكلك في لقمة واحدة انت وقعت في إيدي يا فار يا صغير وطالما أزعكتني أنا هكلك في لقمة واحدة فضل الفار يقول له أنا آسف يا أسد أنا آسف يا ملك الغابة والله آخر مرة دي مش هعمل كده تاني والله لو سبتني ما هكررها تاني أكيد هيجي في يوم من الأيام وهنقذك دحك الأسد وقال له انت تنقذني يا فار يا صغير انت تنقذ ملك الغابة وفضل يقول له مين عارف منه ممكن أنقذك في يوم من الأيام انت تنقذني يا فار يا صغير انت أنا أحتاج لحاجة صغيرة زيك كده رد عليه الفار وقال له ما حدش عارف يا ملك الغابة قال له الأسد طيب أنا هسيبك بس عشان انت قلت كلامي يدحكني ومرت الأيام وجه يوم كان الصيادين بيصطادوا الحيوانات في الغابة فوقع الأسد في شبكهم فشاف الفار جاي فقال له يا فار يا صغير تعال قطع الحبال دي بسنانك انت الوحيد اللي هتقدر تنقذني دلوقتي فرد عليه الفار وقال له شفت يا ملك الغابة فاكر لما قلتلك اني ممكن ييجي يوم من الأيام وأقدر أنقذك وطلع الفار على الشبكة وفضل يقطع بسنانه في الحبال لحد ما أنقذ الأسد ومن يومها عارف الأسد إنه ما ينفعش يستهتر بأي حد وعارف إن كل واحد بيتعرف من أفعاله وبكده تكون خلصت قصتنا وإحنا كمان يا حبيبي ما ينفعش نستهتر بكوة أي حد وما ينفعش نقول إن ده يقدر وده ما يقدرش لإن كل واحد فينا في الحياة ليه دور وكلنا بنكمل بعض وبكده تكون خلصت حلقتنا من برنامجكم حكايات مع حفصة استنوني في حلقة جديدة على قناة فرسان التحدي باي باي